الساعة الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي طبعا لكل الأهلوية اللي بيتابعونا وقبل سمحولي يعني قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة النهاردة خلييني الحقيقة أقف مع علامة استفهام كبيرة جدا وبداية قبل ما أطرح على حضراتكم الشيء الغريب اللي يسمى أو يندرك تحت مسمى غريب وعجيب وممكن أحط كمان بين قصين مريب جدا خلينا نتفع على أن النادي الأهلي على مدار تاريخه كله الحقيقة يمكن يكون أكتر الأندية المصرية انضباطا وأكتر الأندية المصرية حرصا على تطبيق اللوايح والقوانين ومن الصعب جدا في أي فترة من الفترات أنك انت ممكن تضبط مخالفة أو مشكلة متعلقة بالنحية الإدارية والنحية القانونية في النادي الأهلي النادي الأهلي طول عمره الحقيقة بيدوم قامات كبيرة جدا قامات قانونية وخبرات قانونية على أعلى مستوى ومش ممكن تحت أي مسمى أو لأي سبب من الأسباب يكون فيه خارق بأي شكل مشكال لأي نص أو أي بند قانوني هذا لم يحدث أو على أقل تقدير في حدود معلوماتي وخبرتي هذا لم يحدث مطلقا مع النادي الأهلي والحقيقة كمان خليني أكد أنه دايما إدارة النادي الأهلي أو إدارات النادي الأهلي المتعاقبة مش بس بتكلم على إدارة كابتن محمود الخطيب هي دايما خريصة على أنه يكون فيه تطبيق كامل للواح والقوانين في كل شيء مرتبط بإسم النادي الأهلي حقيقة علامة الاستفاهم اللي كنت بكلم حضراتكم عليها متعلقة طبعا بتعليق اعتماد فوز الوزير عمري فاروق بمنصب رئيس النادي الأهلي طبعا تابعنا مع حضراتكم على شاشة النادي الأهلي عملية الانتخابات من أولها لآخرها جزء منه نقل الصورة لكل محبي وجماهير النادي الأهلي وجزء كمان مرتبط بفكرة الشفافية في طرح إجراءات العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها وخلينا أقول لحضراتكم ليه بقول علامة استفاهم كبيرة جدا أو علامة استفاهم غريب موقف غريب جدا وغير مفهوم وغير مبرر وليس له أي سنة قانوني يعني احنا بنحاول ندور ايه ممكن يكون المنطق أو المبرر القانوني وراء تعليق اعتماد فوز الوزير عمري فاروق بمنصب نابر رئيس مش لقيين تعنت غير مفهوم على الإطلاق من الوارد أن يكون هدفه الإساءة للنادي الأهلي من الوارد أن يكون واحد من أوجه عقاب النادي الأهلي على أنه فاز بأفضل مؤسسة رياضية احنا مش فاهمين بصراحة يعني محدش فاهم محدش قادر يستوعب منطقية القرار ده لا يستند لأي نوع من اللي ليس له أي سنة قانوني ليس له أي مبرر قانوني مالوش أي منطق والحقيقة حتى اللحظة كمان محدش علق أو وضح إيه وجهة نظر الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية في عدم اعتماد فوز الوزير عمري فاروق خلينا أقول لحضراتكم القصة من أولها لآخرة لأنه يعني فيه أمور كتيرة جدا تكشف لحضراتكم أوجه العوار أو أوجه الشبهة فيما يتعلق بالنقطة دي بداية كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية تم عرضها على الجهة الإدارية وتم عرضها على اللجنة الأولمبية وتم أخذ الموافقة عليهم كل إجراءات خاصة بالانتخابات عملية الانتخابات نفسها تم مراجعتها وتم إقرارها وتمت الموافقة عليها من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية قبل بدء العملية الانتخابية نمرة 2 الجزء الخاص بأسماء المرشحين والجزء الخاص بالمستندات الخاصة أو أوراق الترشح الخاصة بالسادة المرشحين تم إقرارها وتمت الموافق عليها من قبل ما تبتدي عملية الانتخابات نمرة 3 استمارة الانتخابات نفسها اللي بتعرض على الجمعية العمومية عشان يتم التصويت عليها وإذا كان معنا صورة الاستمارة يا ريت نوريها لحضراتكم الاستمارة دي تم عرضها وتم الحصول على الموافقة الخاصة بدي استمارة التصويت بتاعت الجمعية العمومية استمارة الانتخابات اللي تتضمن كل أسماء المرشحين كل على منصبه لو نقدر نعمل زوم على منصب نائب الرئيس طبعا بما أنه المرشح الأوحد لهذا المنصب كان السيد العمري فاروق فكان الخانة بتاعت انتخابه موافق أو غير موافق يعني بيطلب من السيد الناخب أو عضو الجمعية العمومية أنه في الخانة دي أو في المنصب ده على وجه التحديد يقول هو موافق على اسم العمري فاروق ولا مش موافق عشان تبقى للليحة اللي بتنص على أنه في حال موافقة 25% من نسبة الحضور في الجمعية العمومية على هذا المنصب يفوز بالتسكية دي لايحة النادي الأهلي اللي بتقول كده وغالبا يعني معظم اللواح أو يعني كل الأندية حتى الخاضية على نفس الجهة الإدارية تقريبا نفس النص بينطبق عليها والنص ده كمان مطابق للليحة الاسترشادية الخاصة بالجهة الإدارية يعني لايحة النادي الأهلي مش بتنص على حاجة خارج السياق ده نص تقريبا شبه متفق عليه ورغم ذلك خليني أقول لحضراتكم أنه سيد عمري فاروق مش بس تتجاوز نسبة 25% ده واصلت نسبة التصويت بالموافقة على فوزه بمنصب نائب الرئيس لحوالي 94% هنتكلم على 22500 هم عدد الحضور في الجامعية العمومية الراجل واخد أكتر من 19472 صوت دي قصة تانية نروح لبقى لمحضر منقشة جدوى الأعمال على الجامعية العمومية اللي برضو الحقيقة تم إقراره وتم موافقة عليه من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية اللي بترقب الانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية واللي هي طبعا مدرية شباب ورياضة بالقاهرة والمحضر ده وطبعا كان بحضوره توقيع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وطبعا المحضر ده بمدرك بكل الأسماء اللي تم فوزها وتم إقرار فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس ليه العمري فاروق؟ والسؤال هنا ماذا لو؟ يعني خلينا نحط السيناريوهات اللي ممكن تحطينا في موقف مشابه ونحاول نلاقي إجابة عليها يعني إذا كان عدد المرشحين على كل المناصب الخاصة بمجل السدارة النادي الأهلي الجديد ما كانش قدامهم أو كان عددهم مساوي للمناصب الخوية أو المناصب المطروحة في الانتخابات وفازت كل هذه العناصر بالتسكية إذا ما استوفت نسبة 25% اللي بتنص عليها الليحة كنا هنعمل إيه؟ هنعلق فوز مجلس الإدارة طب مينها دين النادي؟ طب على أي أساس؟ مع العلم أن في حاجات مشابهة حصلت في أندية يعني إحنا ما بنلجأش الحقيقة إلا لأمثلة دفاعا عن حقوق النادي الأهلي حصل ده في بعض الأندية في أكتر من منصب وتم اعتماد فوز أقول تحديدا بالأسماء نادي الزهرون نادي هليوبلس في أكتر من منصب وتم اعتماد فوز مجلس الإدارة بالنتيجة ليه الأهلي؟ وليه بنجي مع كبير الأندية المصرية ونصطدم وخصوصا أنه ما فيش أي سنة قانوني يسمح لنا بدا مصر بالتأكيد ما فيش شك أنها دولة قانون ورأس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد على ده في كل مناسبة مصر دولة نظام وقانون واللي بيحكمنا في النهاية في حالة وجود أي خلاف من أي نوع هو القانون ومعادة القانون واللواح اللي بتحكمنا وأعتقد أنه عدم اعتماد فوز السيد عمري فاروق بمنصب نائب الرئيس مالوش أي سنة قانوني وإذا كان فيه ننتظر جدا جدا أنه حد يطلع علينا ويقول لنا إيه هو السند القانوني اللي على أساسه تم تعليق فوز السيد عمري فاروق بمنصب نائب الرئيس النادي الأهلي يمكن نزل بيان خليني أستعرض مع حضراتكم بعض تفاصيله طبعا ده بيان نادي الأهلي اللي ظهر حقيقة الأهلي بيكشف كل الحقائق ويطالب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بتنفيذ اللوائح والقوانين كشف النادي الأهلي كل حقائق التي تؤكد على فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس نائب رئيس النادي بالتسكية وفقا لللوائح والقوانين في الوقت الذي قامت فيه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بتعليق اعتماد فوزه وطلب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة بالمخالفة لللوائح والقوانين وطلب النادي كل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في خطابات رسمية اليوم بمبادلة الأهل للتزام باللوايح والقوانين واعتماد فوز العمري فاروق نائب لرئيس النادي بالتسكية خطأ سقط سهوا ما اعتقدش أنه بأي شكل من الأشكال فيه أي مبرر أو سند لهذا القرار وننتظر الحقيقة أنه عودة الحق لأصحابه وننتظر كمان تبرير لهذا الموقف أعتقد ده حق أصيل جدا للنادي الأهلي ولجماهيره طيب خليني قبل ما أدخل في تفاصيل حلقتنا خليني أفكر حضراتكم لطبعا متابعة ومشاهدي السادسة هنتابعا مع حضراتكم النهاردة طبعا اكتمل كده عدد الخصب ده يمكن الخبر الأهم النهاردة اكتمل عدد الخصب الأندية اللي هتشارك في كاس العالم الأندية القرعة هتتم بكرا إن شاء الله في زيوريخ مبارح بالميراس وهو الأهلي كلاكات تاني مرة هيشاركوا في بطولة كاس العالم الأندية اللي هتستضيفها إن شاء الله الإمارات القرعة هتتعمل بكرا في زيوريخ زي ما قلت لحضراتكم الجداد السندي من أوروبا بدل بيرميونيك هيكون شلسي الإنجليزي عندنا طبعا الهلال السعودي عندنا مونتريل مكسيكي عندنا نادي الجزيرة أعتقد من الإمارات البلد المضيفة وعندنا كمان أوكليند سيتي اللي ما شاركش فيه البطولة الأخيرة سبع عندها هتقام بيه منهم القرعة بكرا إن شاء الله هنتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة الأسماء اللي موجودة تخلينا شوية يعني نرفع من سقف أحلامنا وطموحاتنا صحيح النسخة اللي فاتت قدمنا عروض أكتر من رائعة وخصوصا طبعا المباراتين الأهم كانوا الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ولستطاع الأهلي أنه يتجاوزهم ووصلنا ده الحقيقة لأننا نلعب على البرونزية ونفوز بيها لكن السنة دي أعتقد كمان أنه الأهلي إن شاء الله وخصوصا مع العروض القوية والسكواد المحترمة جدا قادر إن شاء الله يوصل لأبعد من كده سؤال حلقتنا مستمر مع حضراتكم على صفحاتنا على السوشال ميديا أفضل تلت لعبين في مباراة الأهلي مع سموحة الأخيرة على فيسبوك على تويتر على إنستجرام ويهمنا جدا نسمع رأي حضراتكم طيب نروح لأخبارنا النهاردة والبداية الحقيقة هبتدي مع تدريبات المنتخب الوطني طبعا استعدادا لمواجهة الأولى اللي هتكون قدام لبنان يوم الأربع اللي جاي عندنا طبعا يمكن أخبار إنه كان النهاردة تمرين من داخل الأوتيل أو فندق إقامة المنتخب الوطني اللي بيستعد لمباراة ولا هي ممكن تكون أو تعتبرها المباراة الأسهل نسبيا كويس إن المنتخب سافر يعني بدري شوية عشان يتعود على الأجواء ويا رب إن شاء الله تكون مشاركتنا في قطر في كاس العرب تكون يعني بشرة لمشاركة إن شاء الله أهم وأكبر بكتير جدا لمشاركة في كاس العالم للأندي هنتابع مع حضراتكم وهنتكلم على منتخب مصر وهنتكلم على مشاركته على المطشط التلاتة الأولى سواء لبنان السودان والجزائر على التوالي وكويس برضو إنه جدوى المطشطنا إلى حد ما تقدر تقول إنها مباريات متدرجة القوة يعني لبنان أسهل من السودان والسودان أسهل من الجزائر عشان خصوصا إنه ممكن شوية يكون فيه يعني نقطة سلبية نتيجة عدم وجود تجانس أو انسجام كامل بين العناصر اللي هتشارك في البطولة دي تقريبا 50% من قواني المنتخب أو 40% من قواني المنتخب بيشارك مع المنتخب لأول مرة وبالتالي ده هدين فرصة أكتر إنه هم يعني يتضربوا مع بعض يخشوا مع بعض مطشط بالتدريج وإن شاء الله يوصلوا لأعلى مستواتهم في مواجهة الجزائر أعتقد هتكون المواجهة الأهم والأصعب المسؤولين في اتحاد الكرة استقروا بداية كمان على إنه يتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 5 ديسمبر من الشهر اللي جاي إن شاء الله عشان يتم انتخاب مجلس إدارة جديد هيستمر حتى سبتمبر 2024 وتحديدا عقب طبعا انتهاء من الأولمبياد وهتجرى الانتخابات خلال 45 يوم والأعرب أن يتم إقامة الانتخابات يوم 4 أو 5 يناير اللي جاي الجامعية العمومية اللي أقيمت صباح النهاردة صباح اليوم الأحد تم الموافقة بإجماع الحضور على عدد من التعديلات اللي أرسلتها الجامعية العمومية اللي مناقشتها وأهمها طبعا تطبيق باند 8 سنوات بأثر راجعي وإلى جانب كمان أنه هيتم إقامة الانتخابات اللي جاية إن شاء الله بنظام القيمة المغلقة هيتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم المصري من رئيس ونائب للرئيس وست عضاء لمجلس الإدارة وهيكون في مقعد للمرأة ومن المنتظر إن شاء الله أنه يتم إرسال التعديلات دي لاتحاد الدولي الكرة القدم الفيفا عشان يتم اعتماد قرارات الجامعية العمومية ويتم إرسالها مرة تانية للاتحاد المصري ويتم بعدها إرسالها للاجنة الأولمبية وزارة الرياضة عشان تعتمدها كجهات إدارية ويتم طبعا نشرها وإقرارها بعد نشرها في جريدة الوقائع المصرية طيب خليني هروح لفاصل عندنا أخبار وعندنا متابعة كمان للدولي الألماني وعندنا انترفيو مهم جدا تعليقا طبعا على نهاية الكوبة لبرتادورس مبارح بين فلمانجو وبين بالميراس وفوز بالميراس البرازيلي بلقب البطولة خليكم معنا وتابعونا في السادسة نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا هنقف وقفة كده زي ما يوم الاتنين بكرة إن شاء الله هيكون في قرعة كاس عالماندية كمان بكرة هيكون في وتحديدا قرعة كاس عالماندية هتكون في زيوريخ في سويسرا لكن بكرة في باريس في في التياتر دي شاتلي هيكون اختيار جائزة أفضل لاعب في العالم ويمكن وخلينا أقول لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا هي توقعاتنا ومعلوماتنا لأنه في بعض التسريبات اللي بتتكلم على إنه اللقب هيروح برضو الحقيقة لليو ميسي طبعا نجم الأرجنتين ونجم باريس سان جيرما وإن كان الحقيقة السنة دي يعني أعتقد هيكون فيه ظلم كبير يعني طبعا أنا عارف كويس جدا أنه القصة دي أو التايتل ده اللقب ده بيبقى فيه حسابات كتيرة جدا مش بس فكرة الكورة مش بس فكرة مستوى اللعب ليه حسابات وتوازنات وتدخل من الرعاة وقصة الناحية التجارية والتسويقية للإسم والبراند وحاجات كتيرة جدا بتلعب من وراء السطارة زي ما بقول لكن أعتقد السنة دي لو لو يعني صدقة التوقعات وصدقة الأنباء والتسريبات اللي بتتكلم على أنه في حفلة تسعة ونصف بكرة إن شاء الله في توقيت القاهرة على المسرح بتاع ديوشاتلي في باريس هيتم إعلان ميسي أعتقد ديه هيكون فيها ظلم كبير جدا ظلم تكرر على فكرة على مدار السنين طويلة جدا أنه ميسي يفوز بالجائزة السنية دي أعتقد على أقل تقدير فيه ظلم كبير جدا لروبرت ليفندفسكي نجم بولندا والنجم ببار ميونيخ اللي قدم مردود وأجمع كل الحقيقة للمتخصصين أنه يستحق أنه يفوز باللقب دعيني أقول لحضراتكم أنه ميسي شخصيا أدى صوته لنيمار وروبرت ليفندفسكي وكيليا نيمبابي فيه لعبة تانية مثلا زي كانافارو زي تشفتشانكو إدو ليو ميسي وإدو ليفندفسكي وإدو طبعا اللعب الإيطالي جورجيني ويمكن ميسي يعتبر على مدار التاريخ كله هو أكتر لاعب فاز بجائزة البالوندور أو الكرة الذهابية فاز بالجائزة دي أبلي كأه ست مرات هو أكتر لاعب زي ما قلت لحضراتكم بتوج بهذا اللقب ويمكن الحقيقة يكون منافس حقيقي ليه واللي بشوف أنه يستحقها زي ما في سنة من السنوات كان أندرياس إنيستا يستحقها زي ما في سنة من السنوات كان إبراونفيتش يستحقها ومحدش يقول لي بقى أصل اللعيبة دي والمنتخبات والبطولات لا إحنا عندنا لعيبة كتير جد جورجوية كان مع ليبيريا ومحققش أي شيء لمنتخب بلاده ورغم كده فاز بجائزة أفضل لعف العالم فأعتقد أنه إبرا كان يستحقها في سنة من السنين إنيستا كان يستحقها في سنة من السنين وما كانش فيه مشكلة يعني أنه ليه ومس يأخذها 3-4 مرات بدل ما يأخذها 6-7 مرات لوحده ده وجهت نظر برضه في الآخر طبعا في النهاية الأمر التقديري وكل واحد لي حساباته طيب أخذ حضراتكم بقى للدولي الألماني بونزليجا وكان عندنا مطشاط طبعا منافسة في الدولي الألماني السنة دي قوية جدا أنا هأجل طبعا احتفالات بارميراس اللي فازت أو فاز النادي بلقب كوبا لبرتادورس مبارحة على حساب فلمينجو وتقاهل كمان عشان يواجه النادي الأهلي أو يلعب مع النادي الأهلي بشعفين لسه هيكون فيه مواجهة ولا لأ فيه كاس عالم أندية لكن عايز أخذ حضراتكم للدولي الألماني واروح تحديدا لباير ميونيخ وفوزه الحقيقة فوزه صعب اتحق الحقيقة بنتيجة هدف واحد مقابل لشيء مع أو في مواجهته مع أرمينيا بيلفيلد ليروي ساني طبعا هو الأنقذ البايرن وعايز أقول لكم ليه بقول أنقذ لأنه لولا الهدف اللي أحرزه ليروي ساني كان بايرن ميونيخ مهدد بفقد صدارة البونز ليجا لأنه الفارق بينه وبين بروسيا دورتموند المنافس القوي دي على لقب البطولة السندي نقطة واحدة ده طبعا بعد ما أهضر ليفندفسكي مولر ساني نفسه عدد كبير جدا من الفرص على مدار المباراة دي واحدة طبعا من أهم الفرص اللي أحضرها بايرن ميونيخ على مدار المباراة لكن الحقيقة هدف ساني من اللي جيب تزديده أكتر من رائعة زي ما حضراتكم شافين من برا منطقة الجزاء واحد من أهم الحقيقة اللاعبين في تشكيلة البايرن وأعتقد أنه السيتي تأثر أو ما تأثرش لأنه السيتي عنده بدائل كتيرة لكن أعتقد ساني واحد يبقى من أهم اللاعبين على مستوى العالم دلوقتي وهو اللي أمن ثلاث نقاط للباير عشان يحافظ على صدارة جدول الترتيب هنروح لبروسيا دورتموند الحقيقة والمباراة دي يمكن كان بيواجه فيها فولفسبورج وخليني أقول لحضراتكم أنه دورتموند ماشي السندي في الدولة الألمانية كواس جدا على الرغم أنه تلقى في بداية المباراة هدف من فولفسبورج لكن قدر يرجع في المباراة بقوة المباراة دي شاهدت تقلق مارك رايس واحد من أفضل اللاعبين الألمان بشوفوا الحقيقة دايماً بأكد على النقطة دي أنه كان يستحق أكتر بكتير طبعاً ده مارك رايس تمرة 11 حصل على ضربة جزاء سجل منها بروسيا دورتموند هدف التعادل والمباراة دي شاهدت عودة هالند على فكرة بالمناسبة لأنه كان مصاب تقريباً يمكن بفتكر إصابته تقريباً من 15 أكتوبر بقالوا أكتر من شهر ونص غيب على الملاعب أمري تشان هو اللي سجل ضربة الجزاء اللي تعادل بيها بروسيا دورتموند ومن أسيست أكتر من رائع لرويس بيسجل طبعاً بروسيا دورتموند هدفه التاني في مباراة غيب عنها كمان واحد من أهم من جوم بروسيا دورتموند يمكن ناس كتير ما تسمعش عن الاسم لكن اللي بيتفرج على البونزيجا عارف إن فيه موهبة صاعدة واعدة قوية جداً اسمها جود بلينجهام طبعاً نجم غيب عن المباراة بيداع الإصابة وده كانت أول مشاركة وأول عودة لإيرلينج هولند في المباراة وسجل بنفسه أو حط توقيعه على هدف التالت اللي مكن دورتموند من العودة في المباراة بنتيجة 3-1 وتحويل تأخره بهدف للفوز بنتيجة 3-1 طيب ايه قصة بقى كوبا لبيرتادوريس وايه قصة بقى المراسي اللي تأهل مع النادي الأهلي والهلال وتشيلسي وأوكليند سيتي ومونتريي والجزيرة لنسخة جديدة من كاس العالم ده اللي هنعرفه فيه أسدسة مع حضراتكم بس بعد الفوز فالمراس يؤكد على جدارته ويفوز بكوبا لبيرتادوريس للعام التاني على التوالي ويتأهل طب يعنى المباراة برح مش بس عشقاً وحباً في الكوبا لبيرتادوريس ومش بس عشقاً وحباً في الكرة بريزيلية لكن نكون عايزين يعرف مين رايح معنا كاس العالم للأندية ومين طبعاً دي لحظات احتفال لحظات احتفال عيبة بالمراس بالفوز بكوبا لبرتدورس امبرح في المؤتمر الصحفي وتأهلوا مرة تانية للمشاركة في كاس عالم الأندية اللي هتتلاح فيها الإمارات هل اختلف بالمراس السنة دي عن بالمراس السنة اللي فاتت هل متوقع إن مشاركته كمان في كاس عامل دي تكون مختلفة بالتأكيد فريق كبير فريق اللي يقدر يسيطر على بطولة بحجم الكوبا لبرتدورس سنتين وربعة بالتأكيد فريق عنده قدرات كبيرة جدا وفريق محترم جدا خلينا نستقبل في السادسة فابيو سيمبليسيو لعب ساو باولو البرازيلي وباليرمو روما السابق هيكون ضيفنا في السادسة على شاشة الاهلي بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك في السادسة خير على الجميع مساء الخير على جميع جماهير النادي الاهلي وفخر كبير وشرف لفابيو الظهور في هذه الأوقات على قناة النادي الاهلي الذي يعتبر ونعرفه دائما ونعرفه جيدا أيضا النادي الاهلي العريك الذي له سوالات وجوالات في أفريقيا وعلى مستوى العالم وهنا نحن سنتقابل مرة أخرى إذا كان القدر كانت أتى بالأهل مرة أخرى أمام بالمراس البرازيلي نبحث عن السأر في كأس العالم القادم والبرازيل دائما حاضرة في البطلات الكبرى كالنادي الاهلي لهذا شكرا لك وشكرا على التهاني ومبروك لبالميرس من خلال قناة النادي الاهلي فرميامو فابيو قدم أداء رائع جيدا بالأمس أمام فلامينجو واستحق البطولة أمام فلامينجو الذي عاد إلى البرازيل بحصرة كبيرة هو وجماهيرو بمن وجهة نظرك سنتين قدر فيهم بالميرس أن يسيطر على بطولة كوبا لبرتادوريس بداية هل فيه اختلاف بين الفريق أو بنسخة السنة عن النسخة اللي فاتت سواء من حيث الجهاز الفني أو من حيث السكواد واللعبين بكل تأكيد الاختلاف زهر بالأمس في مباراة الفاينال أمام فلامينجو وبالنسبة لي الاختلاف الأكبر كان عزيمة لعبي بالميرس لأنك إذا تبعت الصحافة البرازيلية والإعلام البرازيلي الجميع توقع أن فلامينجو سيصفر باللقب لكن بالميرس خالف كل التوقعات وقدم أداء رائع والنسخة بالميرس الحالية أقوى من بالميرس العام الماضي ولهذا بالميرس استحق البطولة بالميرس لديه منتصف ميدان قوي جدا ومدافع بالميرس أثبته بالأمس أنهم أفضل مدافعين في الدور البرازيلي وكاموا بتوقف جابي بربوسا ولهذا نسخة بالميرس هذا العام ستتفوق على جميع الأندية البرازيلية وسيكون لها شأن في كأس العالم الأندية بس عايزك تاخد واعتبرك أن نسخة الأهلي كمان السنة دي أقوى بكتير جدا من نسخة الأهلي السنة اللي فاتت وده يخدنا للمباراة والمواجهة اللي جامعت بين الفرقتين في نسخة كأس العالم الأندية الأخيرة إزاي شفت المواجهة وإزاي شفت النادي الأهلي في المواجهة دي وإنتوا عموما في البرازيل انتبعتكم كاتئي عن النادي الأهلي بعد ما قدر يتجاوز بالميرس النادي الأهلي مرة أخرى ستكون مباراة في كمة روعة لأن البرازيليين يعشكون السأر ويحبون الأخذب السأر لكن أقول لك الأهلي فريق كبير وفريق عظيم ولن يكون سهلا إذا ما قابل بالميرس مرة أخرى في كاس العالم للأندية لأن الأهلي لديه صوالات وجوالات أيضا مع الأندية البرازيلية رغم أنه خسر أمام انترنسيونال ولعب ولكن الأهلي هذه النسخة في أفريقيا طبعت كي يكون صادقا المباراة النهائية منذ قليل وشاهدت الهدف أمام كايزاري تشيفز الأهلي قوي جدا وأيضا أعلم أنه فاز في جميع مبارياته في الدور العام وأنا أعشق ومعجب بحارس مرمى النادي الأهلي أقوى حارس في أفريقيا الآن طيب خلينا روح من الأندية البرازيلية وتتويب المراس بالكوبة لبرتادوريس لملف كاس العالم وبالتأكيد تظل البرازيل يعني تأهلها طبعا لكاس العالم بباركلك عليه ولكنه تأهل منطقي وطبيعي جدا لكن هل بتظن أنه تشكيلة السليساء قادرة على أنها تحقق لقب كاس العالم الغاب عن البرازيل بقى له فترة طويلة جدا وتقدر أو تقدر تشكيل المنتخب برازيلي بقياة نمار أنها تنهي سيطرة المنتخبات الأوروبية على لقب كاس العالم هناك شيئا نهام منتخب البرازيل قام بعمل بطولة رائعة في قبا أمريكا الذي خسر نهائي أمام الأرجنتين ولكن كنا سيئون الحظ أمام الأرجنتين هذا يأخذنا إلى نقطة هامة أيضا بالنسبة لي منتخب البرازيل أقوى وجاهز ذهنيا وتحضيريا وقدمنا أداء رائع في تصفيات المونديال البرازيل تتآهل بسهولة لكاس العالم لأن البرازيل لا أقول ذلك لأن البرازيلي لكن أريد أن أقول أننا أسياد العالم في الكرة الكرة نشأت في إنجلترا لكن البرازيل المتعة الجميع ينتظرنا من أجل تقديم المتعة إذن تآهل البرازيل لكاس العالم تآهل منطقي كما ذكرت لكن منتخبات أوروبا الآن لديها اسم كبير لكن منتخب البرازيل لديه مجموعة رائعة رافينيا في ليدز يونايتد ولدينا بعض اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا وهؤلاء الشباب جميع البرازيل تراهن عليهم وأعتقد بالنسبة لسؤالك أن البرازيل كتقاتل على كاس العالم لأننا غائبون منزفاتنا كبيرة يجب أن نفوز بالبطولة السادسة أنا أتشاء من رقم ستة ولهذا أتمنى فوز البرازيل في نسخة قطرة القادمة خاصة أن الجميع يخشى البرازيل نحن نتفاقل جدا بالرقم ستة هنا في مصر وفي الأهلاء وفي الأهل يعني كل أهلوية رقم ستة بالنسبة لهم ده رقم مفضل جدا في حقيقة الأمر نعم رقم متشائم بالنسبة للبرازيل نريد أن نفوز بالمونديال السادس في تاريخنا طيب خليني أخذك شوية للعبين البرازيليين وإحنا على مدار أكتر من جيل يعني الحقيقة حتى من قبل ما أنا أبتدي أتابع كورة شخصين كان دايما لابد في جائزة أفضل لعب على مستوى العالم يكون حاضر اسم برازيلي الأسطورة بليه كان يمكن أشارهم من بعده زيكو سوكراتس رونالدو البرازيلي كاكا وغيرهم وغيرهم يعني أسماء كبيرة جدا كانت على الأقل دايما بتخش دائرة الترشيحات لكن في اليمكن عشر أو خمسوشة سنة الأخيرة غاب اللاعبين البرازيليين عن الساحة وعن فكرة أنه حتى يبقى مجرد مرشح للقب الأفضل في العالم من وجهة نظرك إيه السبب في ده وهل بترى النهاردة أن فيه لعب برازيلي يستحق أن يفوز بلقب زي لقب البالوندور أو دابست أول شيء أفضل لعب لدينا الآن هو نيمار عندما يكون نيمار في حالة زينية جيدة ومستوى رائع نيمار يستطيع أن يصنع الفارق في أي فريق أينما ذهب لكن إذا كان نيمار يريد أن يفوز بجائزة البالوندور يجب أن يكون في نادي كبير في أوروبا يجب أن يفوز بدور أبطال أوروبا يجب أن يفوز بشيء مع منتخب بلاده نيمار ذهب من برسلونة إلى باريس سن جرمان من أجنى أن يفوز بدور الأبطال ويخرج من عبائة النجوم الكبار أمسال ميسي لكن إذا فاز نيمار مع باريس سن جرمان ببطولة كبيرة مثل تشامبوز ليج وتأهل إلى مونديال العالم من الأندية وفاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل أو كوبا أمريكا سيكون بطل وسيحصل على البالوندور لكن إذا لم يفوز نيمار أو أي لعب برازيلي بذلك البطولات صعب عليه أن يتم ترشيحه أيضا لكي يفوز بالبالوندور البالوندور لا حسابات أخرى أنت تعلمها والجميع يعلمها لكن نيمار لم يفوز بأي تايتل في الأيام الماضية ولا لعبين البرازيليين بمناسبة نيمار ميسي بالتأكيد في مرحلة وجود الإسمين دول في البارسة كان ميسي الحقيقة دايماً بيحتل المرتبة رقم واحد وبيجي بعديه أي لعب تاني في السكواد هل تعتقد أن الوضع ده بينطبق كمان على وجودهم مع بعض في بي أش جي ولا شايف أنه الترتيب دلوقتي اختلف بالنسبة لي وجهة ناظري وجود ميسي مع نيمار أعتقد ومن وجهة ناظري وهذا ليس تحيز لنيمار لكن أنا كرة نيمار أكثر متعة من كرة ميسي ميسي هو أكثر إيجابية لكن المركبة التي لديها أكثر من قائد دائماً ما تغرق وهذا مثلاً يتم تدوله في جميع العالم الآن ميسي يريد أن يقول الجميع أنه نامبر ون في باريس وأنه من يجلب كل شيء لكن نيمار يبقى نيمار من وجهة نظرك مين الفرق اللي هتنافس على لقب كاس العالم اللي جاي مين الفرق اللي عندها قدرة على أن تحقق اللقب بالنسبة لي ألمانيا دائماً مفضلة وقوية جداً وقد رأينا ألمانيا وفرنسا أيضاً أسبانيا إيطاليا والبرتغال كد يقابلون بعضهم البعض في الملحق ومن يتآهل سيكون مرشح للفز والبرزيل والأرجنتين هما دائماً أفضل سبع فرق أو ستة فرق أو ستة منتخبات في العالم وإذا كنت بتكلم كمان على لقب أفضل لعب في العالم أنا هستثني اسم نمار من القايمة اللي هقولها لك دلوقتي عشان نبقى موضوعيين وحيادين لو قلت لك الأسماء المرشحة هي ليفاندوفسكي محمد صلاح النجم المصري كيليا نمبابي ليو ميسي وكريسيانو رونالدو مين الأفضل من وجهة نظرك مين يستحق الجايزة أنت نسيت واحد أهم جداً أنت نسيت من أهم لعبين اللي قد نسيتهم وكتستطيع الفوز مرة أخرى لماذا لم تذكر روبرت ليفاندوفسكي لا ليفاندوفسكي هو أول اسم أنا ذكرته يعني يمكن الأسماء اللي ما ذكرتها سيكون بنزيمة وجورجينيو لكن شايف أن هم ممكن نوعاً ما يكونوا بعيد شوية لكن خلينا أكلم على الأسماء دي ليفاندوفسكي مو صلاح كريسيانو رونالدو كيليا نمبابي ليو ميسي وليك مطلق الحرية طبعاً نحن نفكر أي اسم صلاح صعب ويعمل عمل جيد هذا العام لكن بالنسبة لي روبرت ليفاندوفسكي يستحق جائزة البالندور هذا العام وسيكون من الظلم إن لم يمنح هذه الجائزة فابيو سيمبليسيو أنا بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا في سادسة وبالتأكيد قريب هيكون لقاء قبل ما ندخل في كواليس والاستعداد والتحضير لكاس العالم من الوالد جداً يكون فيه مواجهة مكررة طبعاً بين الأهل وبالمرس نتمنى هتكون في أدوار متقدمة بتكونش أبداً على التالة والرابع بشكرك شكراً جزيلاً وألف مبروك مرة تانية لبالمرس زعيم أندية أمريكا الجنوبية فاصل ونرجع نتكلم بقى على كاس العالم وعن بلوندور وعلى أرعة طبعاً كاس العالم للأندية وبالتأكيد طبعاً عن مطشاط منتخب مصر في كاس الفيفا للعرب بس بعد الفاصل مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة يعني موضوعات كتيرة جداً هبتدي الحقيقة مع نجمينة النهاردة كابتن أحمد فوزي دكتور أحمد فوزي طبعاً نجمينة في السادسة النهاردة هترح معاه طبعاً ملف قرية كاس عامل الأندية الاختلاف عن البطولة اللي احنا رايحينها إن شاء الله في أول السنة الجديدة عن السنة اللي فاتت فرصنا في وجود الأسماء اللي طرحتها على حضراتكم ما قلتلكم إنها تأهلت بالفعل وأخيرها طبعاً بلمرس البرازيلي وتوقف المسابقة ومشاركة المنتخب عجائزة البالوندور اللي يمكن بكرة إن شاء الله يتم إعلانها ويمكن طبعاً البرازيلي مختار نمار المصري مختار محمد صلاح محمد صلاح نمتفقين إنه فرصة ممكن تكون السنة دي صعبة شوية بس السنة الجاية يعني والدي يبقى فرصه أكبر قصة قصة سببت سببت مستوى سببت مستوى محمد صلاح بيقدم السنة دي موسم فوق الاستثناء صحيح مفيش حد يضاهي أو بمعنى صح من أول بداية الدوريات الخامسة الكبرى مفيش حد يضاهيه في المستوى دلوقتي حقيقة ولا نمار ولا مبابي ولا ميسي ولا رونالد هو أحسن واحد في الخمسة كورة بس إحنا بنتكلم على موسم كروي كامل بمعنى من شهر 12 اللي فات لحد يومنا ده تمام فممكن تبقى الحسابات بتتكلم في السبعة ثمان شهور الأولانية موسم اللي فات مكانش بليبركولو صلاح بالزبط يعني في نفس المستوى دلوقتي يعني مكانش وحش بس مكانش زي دلوقتي فأنت عندك مسأل من وجهة نظري ولا رونالدو يستحقها ولا ميسي يستحقها أنا شايف أن النمبابي أكتر واحد يستحقها من بعد أكتر من ليفندوسكي بص ليفندوسكي بالأرقام ولكن أنا شايف أن النمبابي العيب شامل ويستحقها كورة بس في الأول وفي الأخر الحاجات دي ما تبقاش كورة بس تسريبات السادسة بتقول جازة رايحة ليه هو ميسي بس في الأول وفي الأخر بس في لعيبة كثيرة قوة ظلمت يا كابتن أحمد مش بأتكلم السنة دي طبعا على مدار العشر السنين اللي فاتوا يعني فيه ناس كتا استحق مين بس شاور لي على واحد كده فوق ميسي ورونالدو ينفع العيب زي إبراهومفيتش يعدي من غير ما ياخد جازة أقل الأفضل في العالم اللعيب زي إنياستا في قمة عطاءه وتواهجه وأنا بشوف أنه ميسي ساهم أو صاحب بصمة كبيرة جدا في الصناعة إنياستا ساهم بصمة كبيرة جدا في الصناعة طبعا أسطورة ميسي طبعا يعني يعني أنا معك تماما عدت عليه كده ما أحدث شايف إنياستا يمكن ما خدش حقه غير بعد 2010 بعد ما جاب كاس العالم الأسبانية تمام ابتدى الناس تبصلوا النظرة الطبيعية اللي هو من 2010 2012 2013 وبعد كده في الوقت ده كان قمة التواهج لميسي ورونالدو بالأمانة متفقين لا أخذي بالك في فرق أن أنت تتواهج في فترة معينة ويبقى فيه ناس تستحقها عنه يعني مثلا محمد صلاح لو جاء في وقت كمان خمس ست سنين بعد ما ميسي ورونالدو يبطلوا كان هيخدها كل سنة مبابي نفس الكلام نمار نفس الكلام فأنت غصبا عنك في فترة من الفترات لا يعني مش هتشوف غير لتنين دول ودي حقيقة بس أنا الحقيقة يعني لما أنت برضو يعني ما كامل التأدير لموهبة ميسي لما تتكلمني على ميسي في السنة الأخيرة دي اللي هو مراش أنا مش شايف يعني ميسي ده جنب ميسي اللي فاز بالبلوندور ست مرات قبل كده احنا بنتكلم على شبح ميسي صح شبح شبح كبير يعني فوزه يحط الدنيا في علامات السفهية كبير هو ممكن أكتر دعم لي كوبة أمريكا الأخيرة يعني الأرجنتين ما خددتش كوبة أمريكا بقالها أكتر من 17 أو 18 سنة وهو لعب مثلا 9 بطولات ما خدش غير البطولة الأخيرة فدي ممكن أكبر دعم لي في البالوندور لو هنحسبها كده يبقى جورجينيو بقى اللي واخد يورو 20-20 وواخد تشامبينز ليج مع إيطاليا مع تشيلسي يبقى هو يعني لو نحسبها كده يعني بس هو مش موجود أصلا في الخامسة كبيرة أنا بقول لك هل تمشي بطولات وألقاب طب ما أنا عندي لعيب كان ليه دور كبير جدا مع منتخب بلاده أن يفوز بيورو 20-20 وكان ليه دور جدا مع نادي مهمة جدا مع نادي أنه ياخد مقدر كلامك بس إحنا بنكلم على الخامسة المرشح إنهاي رونالدو ميسي ليفندوفسكي مبابي وصلاح يمكن أكتر اتنين بطولات هو ميسي وبعدي وبعدي ليفندوفسكي الأول كمان وبعدي ميسي فإنت المتاقل ميسي بس هي الكوبا أمريك دي وجهة نظر إنما كورة أنا شايف صلاح ومبابي أكتر يستحقوه طيب من البلاندور خلينا روح معك لكاس عالم أندية وإمبارح بالليل اتحددت ملامح الفرق المشاركة بشكل كبير جدا وبالمرس والأهل الكلاكات تاني مرة هيشاركوا في كاس عالم أندية جديدة مع الهلال السعودي بطل أسيا مع تشالسي بطل أوروبا معهم أكلن سيتي معهم الجزيرة الإماراتي ومعهم مونترين مكسيكي من وجهة نظرك اختلاف مشاركة الأهلي في ظل الأسماء السنة عن السنة التي فاتت وفرص الأهلي في أنه يكسر حاجز البرونزية في كاس العالم الذي جاء طيب قبل أي حاجة أنا أريد أن أقول بالمراس ظهر ثاني مرة عشان كانوا بيقولوا فرقة ضعيفة على أداها على أداها على أداها تتفرج عليها تستمتع كورة تستمتع كورة الجماعة بطل برازيل وأمريكا الجنوبية لا يحتاجون أول شيء بطل برازيل وأمريكا الجنوبية يعني نحن نعتب عن الناس أنه لا يوجد حد يوصل كاس عالم غير لما يستحق أنه يكون مبوت في كاس عالم تمام أدي نمرة واحد نمرة اثنين أنا شايف أن تشيلسي أقوى من بايرن ميونخ يعني السنة لا بقى كبيرة لا لا معلش السنة تشيلسي أقوى من بايرن ميونخ السنة اللي فتت أه والله أه والله أه والله كنت نظري في القوة تشيلسي السنة دي فرقة متكاملة تشيلسي فرقة ما ما فيش عندها نقطة ضعف واضحة بيلعبوا تلاتة اربعة تلاتة تلاتة تشيلسي بالنسبة لي أقوى من بايرن السنة اللي فتت تلاتة اربعة تلاتة كما أنزلت لما تحب تتفرج على تلاتة اربعة تلاتة هاتفرق تشيلسي وشوف بيعملوها ازاي شوف الطرف بيروح فين والسردباك بيوصل لحد فين والطرف العكسي بيوصل لحد فين بص لما تحب تزاكر فعلا تفرج على موت تشيلسي تزاكر يعني مدير فن وعايز يزاكر يجيب تشيلسي وتفرج عليه في تلاتة اربعة تلاتة بس الاهلي غير بردو السنة دي في تلاتة اربعة تلاتة تمام حل ومش معترض خالص بس أنا بتكلمك على قوة الفرق بالمراس اعتقد قوي زي ما هو مفيش ايه التارجة اللي تحطه قدامك قدام العابتك التاني التاني دي وجهة نظر فضية تبقى انجاز كبير بالنسبة الاهلي يعني مش انجاز يعني بس يعني خلينا لا انجاز طبعا كابتنا استنى بس اسمائل اعنا الانجاز الانجاز طبعا انت تكسب البطولة وإحنا كأهلوية احنا طماعين تعال بس انا بطريقة وقعية طريقة وقعية ان شاء الله لو القرعة جات في صالحنا ومشينا يعني زي ما تفضل تواجه مين في الاول من الاسمائل اللي انا قلت هالك دي تفضل القرعة لو قلنا ان القرعة خدمتنا مثلا اتمنى فرقة الامارات وبعدها اوكلاند سيتي اتمنى فرقة من الاثنين هي اللي نواجهها في الاول عشان يبقى مباراة تحضيرية قبل النهاية لقبل ان انت هتلعب بالماتش ده هتخش على قبل النهاية على طول فيا رب تبقى مباراة هتحضيرية كويسة وان شاء الله بعد كده نقبل بالمراس ونكسابها تاني طب الاهل داخل البطولة السنة دي بايه جديد لا الاهل داخل بص اول حاجة جديدة الروح النفسية القدرة التعافي من الفترة اللي فاتت تحقيق البرونزية طموحنا بيعلى سنة عن سنة انت واخد البطولة الافريقية وانت صور يعني حطت رجل عرج ماشي رايح وانت تلت عالم لو ما عملتش انجاز وبقيت تاني او اول ما ينفعش تقللي عن التالت تمام فدي نفسيا بتدي باور اكبر للعيبة واللعيبة برضو خدت خبرة اللعب اللعب راح وخد الخبرة ولعب مع الكبار وزالة الرهبة انك بتكسب ببطل امريكا الجنوبية وبتلعب جيم كبير قدام باور مينيخ وتيجي تروح تاني بتهيأل يعني انت مش هتلاقي الاول لعبة احنا لو بصنا على اول ماتش باور مينيخ كنا ملاعب الكرة كويسة بعد ربع ساعة تلت ساعة بتدينا نكش ونرجع وراء وندافع فعلا ونحن عملنا كده فعلا ملعبناش كرة تاني يمكن في دقيقة 65-70 لما ابتدت السقة ترجع لنا تاني لا الكلام ده مش حصل السنة الكلام ده انت هتنزل بتلعب جيم مفتوح اه مش هتلاقي مش هتلاقي لو قابلنا تشلس ان شاء الله مش هنروح ناجمو بالمراس مش هنروح هجمو مش هنضغط عليه من ملعبه بس على الاقل لما نمسو كرة هنلعب كرة هنستمتع اللعبة ذات نفسها ثقاتها في نفسها هتزيد ما فيش رهبة خالص السنة عن السنة اللي فات الميزة المهمة جدا تعد الطرق اللعب يعني 3-4-3-4-2-3-1-4-3-3-3 الفرقة دلوقتي بيت عندها قدرة فنية عظيمة على ان هي تغير حتى الثانية المباراة المتش اخر المتش اللي فات دوا وانحنا بنعب 3-4-3 ماتش سموحة في فترة من الفترات لقيت حمدي فتح طلع وراح لعب والتاكتكس العقلية والتكتيك اللي بي ليه لانه بره في اوروبا هو بيتدرب كل لعيب في 11 اللعيب يعني رقم 7 مثلا في الملعب لما الكرة تبقى مع 2 هو لو بيلعب 3-4-3 مكانه فين لو 4-2-3-1 مكانه فين طب لو 7 دخل بالكرة جوه رقم 2 ده رايح فين طب رقم 5 رايح فين فهو بيحفظ قبل ما ينزل الملعب الكلام ده مش موجود عندنا كمصريين المدربين بتيجي تعاني عشان تحفظ فرقة ما طريقة لعب جديدة بسبب تهائي دلاتي يعني معظم سكواد الاهلي ابتدت مش ابتدت اكيد فهمة دماغ مستر مسماني ما هو دل انا بقوله لك ان تعد طرق اللعب واتقان واتقان الطرق دي بيدينا رياحية وبيدينا كواليتي مش موجود عند افريق اعتقد عند معظم اللعيب الافريق ماشي انما هنلاقي في كاس العالم الطريقة دي في كاس العالم الاندية هتبقى الدنيا يعني زي ما بيديو كل واحد بلعب في مكان مفيش عشوائية وطول ما مفيش عشوائية طول ما اللي استمتع بلعيب الكرة في الملعب لعيب الكرزة نفسه بيبقى مستمتع اكتر من اي حاج عشان كده انا شايف ان البطولة القادمة ان شاء الله كاس العالم الاندية اعتقد ان احنا نبلي فيها بلاءا حسنا ونروح لحتة ابعد ان شاء الله باذن الله من هنا خلينا كلمك على الاهلي واختلافاته سيزن احنا تبعنا الاهلي في المسم ده محليا يعني في ست مطشاط قدم فيهم مستوى وعروض مختلفة الى حد كبير جدا عن المسم اللي فات صحيح ان المسم يفكر مسم ناجح حقنا في القاب لكن سنة ممكن تقول انك ما كنتش مستمتع قوي بالكرة اللي بقدم النادي الاهلي في اوقات كتير جدا نتيجة عامل كتيرة كتلفرقة بتلعب لعب لتحقي الهدف وخلاص يعني لكن السنة دي الغزالة رائقة واللعيبة كلها عايزة وحالة الانسجام والمتشاط يعني كل المتشاط اللي انت ممكن كنت بتبقى شايل همها السنة اللي فاتت قبل ما تبتديها السنة دي بتحس ان المباراة في منتهى سهولة وانه الاهلي لا يعاني الحمد اللي لا يعني وان شاء الله بإذن الله نستمر على ده كل المتشاط الصعبة بتكسب وبتلعب وبتأدي وبتمتع جماهير وبتعمل ايه الاختلاف اللي حصل الولمبي ومضغوط وبتلعب كل ثلاث يام ماتش بفترة يعني سبع ماتشاط ماتشاط في حوالي مثلا 28 يوم كانت كان رقم صعب على لعبة حققه فاللعبة بتلعب لعبة استهلاكي اللي هو جيب جون وتستنى بقى عايز الماتش يخلص فكنا للأسف بنتعادل في أوقات صعبة وممكن حصلت في البنك الاهلي الدور الثاني وحصلت في الإسماعيدي وحصلت في جون يعني ماتشاط كتير بنتعادل في أوقات مفترض فيها ان انت اللي تبقى راكب الجيم وانت اللي عايز تجيب 2 و3 و4 طيب في نقطة مهمة جدا السنة اللي فاتت كان مشكلتنا كلها مع مستر الموسيماني الشوت الأولاني بنلعب كرة بس ما نجيب ش أهداف فكنا نستنى الشوت التاني نكسب 1 0 2 0 بالعافية ومجيب يبقى مخنوق السنة دي مفيش مباراة غير لما أحرصت في الشوت الأولاني وبالتالي سهلت نفسك الجيم ولعبت جيم مفتوح أكتر من أي حاجة تمام ودي ميزة مهمة جدا لما بيجيب جنف الأول احنا خطة القادر في ناس كتير قوي عندها القدرة على واحد على واحد وسرعة بالكورة ومن غير كورة فلما تحرز هدف بدري الفرقة التانية بتطلع من مناطقها وده اللي احنا بنعاني منه على طول ان انت بتلعب أي فرقة بتلعبك جيم مقفول فين تقب مثلا في حتة بتاع 30 يارض من على 18 للدائرة وبتخنوق دفاع منطقة وكمباكت فانت بتبقى مخنوق فانت لما تحرز هدف بدري بتضطر الفرقة دي تفتح خطوطها وتوسع الملعب اول ما تفتح خطوطها وتوسع الملعب ده بيدينا رياحية في لعب الكورة فانت بتستمتع بالكورة بتوصل بالكورة بسهولة وتروح حتى مع الزمالك حتى مع الاسماعيدي مع فرق قوية انت بتكسب وانت مستريح بالخمسة والاربعة والثلاثة ومش فارق معاك حتى خلي بالك اممكن اصعب ماتش كان لدينا غزل المحلة في المحلة بالموجة ناظري اي والله غزل المحلة اصعب من ماتش الزمالك والاسماعيدي ليه ليه انت هناك في الملعب كان عندنا عقدة بقى ل11 سنة تمام من 2011 ما كسبناش هايل هايل هو دايما اوحش اهلي الليعب السنة تمام عشان كده هي اصعب مباراة انت بتلعب المحلة في المحلة واحنا اللي صعبناها نفسينا بالهدفين اللي دخلوا فينا لا وصعبناها نفسينا انه كان في كور كتير ممكن نخلص المطف قبل الجون التاني بتاعهم في كورة العرضة لو جات خلاص ثلاثة واحد حتى لو جابوا جون ماتش خلص ولكن المباراة كانت صعبة جدا واحنا كنا كومهور ومتابعين متخوفين منها اكتر من مباراة الزمالك ليه لان الزمالك يعني اعتقد ان الاهلي في الفترة الاخيرة كعبوا علي عليهم اه اه يمكن انا في اخر مثلا عشر ماتشات مش كسبوغر ماتشين منهم واحد بضربات الجزاء النتائج فرقة الاسماعيدي فرقة المحلة دي ماتش مستكر معاك طبعا ده جون الاول الاول بتعاقفش بتعاقفش الكرة فرقة الغاز الميزة اللي فيها ان كلها عمرها صغيرة فبتجري كتير جدا وقدرت انها تحول تأخرا من 2-0 إلى 2-2 اه فيه بدلك ان الكرة تيجي في اكرم وفي الهدف التاني اللي دخل فينا ولكن رزقنا الحمد لله ان احنا قدرنا علي معلو يحرز الهدف التالت دوان فعشان كده انا بقولك يمكن هو ده اصعب المباراة اللي احنا لعبناها من فترة كبيرة ما بنستمتعش واهم حاجة في القصة شايف الجماهير دي هي اللي بتعود اعادة روح النادي الاهلي للملعب ثاني هي درج كبير جدا في 3 بنت دور يعني طبعا ما احضرش انكر دورهم عموما يعني الجماهير في السنة دي في كل المطشاة لكن الحقيقة بين معدن جمهور الاهلي يغيب يغيب شوف كم سنة الجمهور مش موجود في المدرجات ويرجع نفس الروح ممكن على فكرة الجيل ده جيل جديد ما حضرش قبل كده فما يعرفش حالة المدرجات بتاعت الاهلي عامل ازاي لكن تروح الالف اللي موجودين وحوش يعني ما شاء الله بصراحة بسط بسط جدا طبعا وخلي بالك لما تتعدل اتنين اتنين وييجي فيك التاني وهم بيقولوا العب يا اهلي ولسه بدر يا اهلي ده خلي بالك ده قمة الوعي طبعا انا بفول لعبتي يعني ممكن اطلع متعادل ولكن هم راضيين عن هو السيناريو ده يعني الطبيعي ان جمهور الكرة بتاع الاهلي هيروق اي جمهور نادي فرقته بتتعدل اتنين اتنين وفي الـ هيوسكوت والفرقة التانية في ناس ممكن تمشي يعني في ناس ممكن تمسي من مدرج قبل من المط بيحلس وبينشوفها في اوروبا كتير جمهور طالع من مدرجات ومش وحصلت مع منشستر يونايتد السنة دي لكن ده في الدقيقة كام 94 ويلعب يا اهلي وبيشجع وبيشجع بروح بقوية لدرجة الاهلي يرجع في ديئتين خلي بالك برضو مش اي حق يعني مش اي جمهور نادي الاهلي جمهور غير طبع بيرسي تاو طيب بيرسي تاو هدف الدول تمام خلينا نتكلم بكل صراحة بيرسي تاو انا شايف الطريقة دي تعبا تعبا ده بيرسي تاو ده لو بيلعب 4 2 3 1 وبلعب على طرف هيروح كل شوية لجوه ليه هو مستو السرعة ومهارة واحد على واحد المساحات اللي هو فيها ما بتخدموش انت تقول كيف ركبتين احمد كبير البلوك بتاع افشا ده ده الجون الاولاني اللي دخل من المحل طبعا وغلط مشترك لحياة من يعني من خط الدفاع كله وقف بس افشا لو كان يعني وقف صح وقف صح وقف على الراجل ما كانش قدر حتى يعمل كان اسهل حاجة هيحطها لتحت لا افشا يعني الراجل اللي معاك كورة طول ما نواقف ومحضن عليه وقفل عليه المكان كان مكانش هيعرف يرفع انما افشا سهله كورة خاف ان كورة تي فيه وتطلع كورنر فللأسف دخل فيه نجون يعني افشا هنا ياخده ويطلع بي برا خده ويطلع بي برا يعني اللي يخليك تدينه مساحة دي بص طول ما المسافة بيني وبين الراجل اتنين يارضه هيرفع هيرفع انما لو دخلت وقربت عليه واحد على واحد واحد متر بس مش يعرف يرفع بعد كلا بقى طبعا خطأ مشترك من من ياسر من بدر وياسر من بدر كله يعني بس هي بدلك والولد عارف يستغلها كويس عبدوح عارف يستغلها كويس هو العيب كويس اوه بصراحة الفرقة كلها الحقيقة قدمت جيم كبير جدا يعني يحسب ليهم الحقيقة الروح المعنوية بعد كل مطش الاهلي في الدوري بقول انه يعني المقولين عمل معنا جيم كده البنك الاهلي بقول الفرقة دي لو بتلعب الاربعة وثلاثين مطش بتاعهم بنفس الروح اللي بيعابوا بي قدام النادي الاهلي الدوري ده هيبقى سوبر الدوري ده يبقى في حتة تانية خالص خليني برضو اقولي الحق والامانة مطشرة الاهلي عيد مطشرة الاهلي الفرقة التانية بتبقى يوم العيد عايز تلبس اللبس الجديد وتطلع انضف حاجة عندك عشان تفرجها للنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي خلي بالك دي نقطة مهمة جدا ممكن يبقى الكلام ده بصورة اقل مع نادي الزمالك عشان ابقى صريح ولكن في مطشرة الاهلي انت عايز تطلع كل اللي عندك عشان تقول للناس انا هو مش كل الناس بتتفرج على بقية المطشرة صح صح يعني مثلا المبارة اللي فيها الاهلي بيتفرج عليها شعب زمالك شعب إسماعيلي ليه شعب انما مثلا واحد بيلعب في البنك هل كل الناس متابعة مطشرة البنك استحال فلما يجي مطش من المرشاد دي الواحد بيمركز قبل المطش بأسبوع وعامل كل التخيلات وكل اللي في دماغه عشان هيلعب النادي الاهلي دي حاجة ما تعبهمش إنما فعلا هما لو لو استمروا على الأداء ده اللي بيلعبوا به ضد النادي الاهلي مع الناس كلها لا ده ده احنا الدور بتاعنا يبقى من الخمسة كبار في العائل يعني انت اللي بتقوله ده لمس أهم فارق إذا كنت بتكلم على الفوارق يعني وإحنا عايزين نبقى الدوري المصري ليه وزن وليه تقوله أهم فارق بين العقلية هنا والعقلية في انجلترا مثلا تمام انت بتشوف مثلا فريق زي لستر سيتي ده طلع من الدوري درجة تانية هوب بتاك خد البطولة خد بريمير ليج صح انت بتلعب لنفسك بتلعب لمستقبلك بتلعب لإسمك مش بتلعب للشو مش بتلعب للميديا مش بتلعب للجمهور تمام التغيير ده لو حصل في عقلية للعيب المصري أنا بتهالي الدوري بتاعنا منتخبنا اللي لسه عايز أتكلم معاك عليه طبعا هيبقى في حتة تانية خالص أكيد احنا مشكلتنا عندنا في العقلية من الصغر وخلي بالك مش في الكرة بس في معظم مناحي الحياة عندنا تفوق في حاجات كتير جدا 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 طبيا وهندسيا ومثلا هقولك في حاجات كتير في العلوم عندنا أسازة كبار جدا 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 ولكن الفكرة بقى أنا بعمل ده لإيه أنا ده بعمله ليه أنا عايز أعمل أنا عايز أصل بنفسي عندنا في مصر بدون فيه لعيبة عملت مثلا 300 مليون جنيه وبطرته عندها 27 سنة وفيه لعيبة قسامة كبيرة جدا 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 و يعني قعدت عشر سنين تدلع على فرقها وجدت آخر سنتين بتحاول تلحق أي حاجة من حياتها الكروية خلي بالك ده فكر ده مشكلة هو إمكانياته يروح حتى تاني بصراحة إنما هو ما حسبهاش على نفسه وهو صغير ودلوقتي هو بيندم أشد الندم وهو حاول يلحق هو في مرحلة من مراحل ممكن تقوله نفتقد الرؤية وملا لقاش حد يقري اللي جاي يعمل بالزبط وبعدين يرجع يندم لا ينفع الندى ما سنين بتجري وخلاص العمر بيروت فعشان كده العقلية بتاعتنك لازم المدربين دلوقتي اللي بيمرنوا الناشئ لازم يغيروهم عقلية اللعيبة اللعبة اللعبة وعشان نعكد على قيمة العقلية وأنا بحب دايما أضرب المثل ده في لعيبة يمكن ربنا ما ادهاش من الموهبة الفطرية أو الإمكانيات والمهارات عند لعيبة الكرة الكتير عندهم ممكن الأساسيات عندهم جزء ما عندهمش كل لكن العقلية قدرت توصلهم لأنجح المستويات وقدروا يعملوا مجد كبير جدا خصوصا جوه مصر وبرا مصر لا لا أنا بجأة صلاح الصلاح ده أكبر مثل ممكن صلاح يعني إمكانياته كلها في السرعة ولكنه طور من نفسه وتطور غير طبيعي صحيح وغير صلاح نمزج كتير جدا وكم من ناس العكس ربنا ادههم موهبة فطرية نادرة لا يمكن أنها تتكرر ورغم كده العقلية بتاعتهم للأسف خلصت عليهم ما خلتهمش حقا أي حاجة يمكن الكلام ده ياخدنا المنتخب مصر والوجوه اللي بتمثل المنتخب مصر ومشاركتها في كاس العرب مع كابتن أحمد فوزي بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع وأخير ونرجع لحضراتكم على طول في أسا دسا وصلنا عند نقطة في منطقة الأهمية والنقطة اللي حضراتكم تقريباً بسمعوها طول الوقت ايه اللي بيعمل الفارق بين اللعيب المصري وكلام ده في النهاية بيشوب في مصلحة مين ومصلحة أولادنا ومصلحة الأجيال اللي جاية وبالتأكيد طبعاً همنا الأول والأخير مصلحة المنتخب قبل ما أكمل أو قبل ما أدخل في حتة المنتخب خلينا سأل كابتن أحمد طيب إحنا عندنا نموذج عندنا تجربة شفناها هناك حتة خلينا يبقى في منطقة الوضوح والصراحة يعني محدش تاعد محمد صلاح على أن هو يوصل اللي هو فيه يعني هو من البداية من هو ولد صغير ما اتوفرت له ش الإمكانيات لا من ناحية التدريبية ولا من ناحية الزهنية أو العقلية اللي تخليه عنده العقلية المحترفة دي ومع ذلك الولد كافح كفاح السنين عشان يوصل لللي هو فيه طب إذا كان فيه نموذج كده إيه اللي يمنع من تكرار التجربة مرة تانية كابتن أحمد كل ما حاولين اللعيب هو اللي يمنع يعني بمعنى صح لا بص مش يحصل حاجة يعني مش هيطلع حاجة كده برضو غير حاجة فالت آه بالليه الأمانة ليه نفسينا ما تفتحتش يعني مش عايزين نشوف العقلية زي محمد صلاح العقلية صلاح عمل إيه صلاح طلع بره وصم منه ويطلع بره صم منه ويطلع بره وراح بره سنتين في سويسرا ومن هناك على فشل في تشيلسي فشل ولكنه صمم ورجع روما ومن روما راح هو اللي بص هو ما يفكرش في الكورة وبيزود نفسه صلاح مهارية من ما كانش من أحسن للناس اللي أنا شفتها مهارية ولكنه عنده قدرة على تطوير نفسه على المرمى غير طبيعي غير طبيعي دلوقتي بيتحرفن ويرقص يمين ويرقص شماله وبيلعب بيمين ويلعب بشماله اللي بيظهر عملها جدا تيجي كده اللي بيظهر دلوقتي ده مش جاي من فراغ ده نتجمه طب أنا أقول لك حاجة أسألك سؤال تالي مين من ولادنا مش بس من الأهلي يعني كلمة على لعيبة المصريين من الجيل ده كان محترف برا يعني كان بدأ برا أو موجود هنا بيلعب في عندها مصري شايفوا أنه عنده قدرة أنه ياخد نفس مشوار محمد سعاوي دلوقتي أول قبل كده سمعني قبل كده قبل كده قبل كده ما شايف أن إبراهيم سعيد يعني حتى قلت لك بين إبراهيم سعيد يروح في حتة تانية خالص لأنه لعيب مهريا غير طبيعي قوة وسرعة ومهارة وكرة حلوة لأبراهيم سعيد هو الأسر في حق نفسه صلم نفسه بصراحة إنما دلوقتي أشوف أن أكتر واحد بيشتغل على نفسه وكورته ومقاتل أكرم توفيق أكرم توفيق ممكن يروح في حتة تانية خالص 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 لأنه هو عقليته شغل أشتغل في الملعب واحد زعب قادر أنا زعب قادر رجع على نادي الأهلي كنت أتمنى أن عب قادر يكمل تجربته الاحترافية بره وارد جدا يعني بوابة بردو كبيرة نادي الأهلي خد بالك أنت لما بتسمع النهاردة عن 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 اهتمام أندية أو يعني أسماء من نادي الأهلي تبتكلم دي أنجي مثلا يعني دي أنجي واحد من اللعيبة الحقيقة وأعتقد بعد ظهوره في كاس العالم إن شاء الله نسخل الجامعة خد بالك الكاس العالم برضو يعني فاترينا يعني العالم كله بيتفرق وافتكر مثلا أنه من الأسماء اللي كان عليها كلام كتير جدا وكان فيه إشادات بمستويها بعد كاس العالم اللي فات ده محمد هاني قدم وشناوي قدموا عروض في البطولة الحقيقة وكانوا من أسباب الحقيقة تطويج الأهلي من أسباب الكبير إن إحنا ناخد تالت عالم بس أنا بقول لك المشكلة تاني إنه مش بيشارك بصورة مستمرة عكس أكرم أكرم بيشارك بصورة مستمرة أنا شايف أن أقرب اتنين الاحتراف من فرقة النادي الأهلي أكيد ديانج هيمشي وهيمشي وممشيش في واحد وممشي في ستة يعني وممشيش في انتقالات الشتوية هيمشي في انتقالات ستة لا أتشاء الله يمشي ويمشي برقم كويس يفيدوا يفيدوا فنائيا ومدايا ويفيد نادي الأهلي إن شاء الله أنا أعتقد إن شاء الله هيمشي وهيمشي برقم كويس جدا 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 مش هيقلنا عن 8 مليون يورو ده اللي هو ديانج بالنسبة لأكرم لو استمر على الوضع ده استحال أكرم يباود معك استحالة يعني لأنه بلعب لوقتي باكرايت في الأهلي والمنتخب وماشي بخطة ثابتة كويسة جدا 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 فالعالم كله هيتفرج على أكرم وكله هيشيد به وأعتقد أنه هيروح في حتة تانية هم يجبون لنا بس كل الألقاب الموسم ده وبعد كده يعني يعني نشوف كل واحد عايزين النادي الأهلي النادي الأهلي عمره ما هيقف في طريق صحيح بدليل أحمد ياسر ريان ما لعبش معاه كتير ولكن أول ما جيت له فرصة احتراف الولد صمم على الاحتراف والنادي الأهلي نزولا على رغبته اداله لحقية أنه يمشي في يعني النادي الأهلي عمره ما هيقف في مستقبل لعيب واللعيب اللي مش عايز يلعب معاه السنة دي لا ده أنا أريح لي أريح لي أنا كإدارة لا هو يطلع يلعب في الحتة اللي هو عايزها عشان أنا أستفاد باللعيب اللي عندي اللي عايزة تنوت نفسها في الملعب عشان كده أبشوف أن أكرم إن شاء الله وديانج أنا أعتقد يعني لو هم عايزين يحترفوا برا آخر السنة دي ممكن يجي لهم فرصة بي بمناسبة اللعيب الأهلي خلينا نعرف معاك شوية على فترة التوقف يعني إحنا ده تاني توقف الحقيقة المسابقة مش منتظمة لحد كبير بسبب التباطات المنتخب الوطني تصفيات كس عالم بعدين كس عرب عندك كس أم أفريقيا الكرف ده البداية القوية للنادي الأهلي من وجهة نظرك أشانا أحفظ على المستوى على الإنسجام على اللياقة إزاي مصر المسلمان يشتغل مع التوقفات الطويلة ده وإزاي ده طيب خلينا نتفق إن أسوأ فترة التوقف عدت علينا هي الفترة دي الفترة اللي بتاعت لكس العرب النادي الأهلي النادي الأهلي ماشي بخطة منتظمة نحو البيك في سعود عندها تانية مثلا الزمالك هيستفيد جدا 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 بالتوقف ده جدا يعني النادي الأهلي هو الأكثر تضرورة من توقف النادي زي الإسماعيل هيستفيد جدا من فترة التوقف دي في فرقة كتيرة هتستفيد الفرقة اللي هي بتعاني في البدايات إنما دلوقتي النادي الأهلي هو أكثر فرقة متضررة لأن الأهلي ماشي بخطة سبت أنت ستة متشاط بتحسينهم تتحسينهم تتحسين هدف يمكن التوقف الدولي بتاع البطولة بتاع التسفاكس ده توقف عادي 12 يوم 13 يوم مش قصة كبيرة إنما تقنف شهر أو 25 أو 22 أول متش يوم 22 حسب 21 أو 22 تمام ومتش تاني وبعدين توقف المسابقة ماشي بس أنا اللي أنا عايز أقوله إن النادي الأهلي كان ماشي بخطة سبتة فأنت التوقف بتاعك ده يرجعك مش لنقطة سفرة ولكنه بيرجعك 30% كده كده إنت لما بتقعد 6 يام رأى الأهلي واخد 6 يام تمام 6 يام رأى حدي بتقلل من من الناحية البدنية لأي حد من 15 إلى 25 ده أرقام أكتر من 14 يوم بتبتد تفيد 70% أكتر من 14 يوم بتخش على 90% فإحنا خلينا نتكلم إن أنت أول حاجة هتعملها في 30% اللي هيقع منك أو 25% اللي هيقع منك في خلال الأسبوع الراحة ده إن أنت هتبتد تشتغل بدني اللعيب بيزهق من البدن خلي بك حاجة طبيعية اللعيب شغل بدني بيبقى زهق مرهق التأسيمة ده بيحب الكور طبيعي بيحب الكور يلعب كور يتمتع فأنت هتبتد تاني تشتغل بدني وبعد البدني ترجع تشتغل كور وتلعب مرشات ودية يعني اللي هم عملوه من شهرين كبداية فترة إعداد هيرجعوا يعملوه تاني فدي التوقفات الكتيرة رخمة وبعدين أنا أحزز أسؤالي عنه يعني إيه كاس العرب أروح ألعبه مين السعودية راح تلعبه بالفرة المنتخب الأولمبي الجزائر بالصف التاني المغرب بالصف التاني طب وليه إحنا أنا من روحش كمان بالمنتخب الأولمبي وندي أريحية الكابتن شاية وشاو غريب منتخب الأولمبي كلهم نحصين دلوقتي يا كابتن مش هتفرق يعني يعني أنت عندك مين أولمبي في فرقة الأهلي عندك صلاح محسن وعندك أكرم طفيق وعندك طرم محمد طهر عدوا عدوا كل دول لا المنتخب الأولمبي جديد اللي هو منتخب شاوي منتخب كابتن شاوي لا منتخب اللي كان أولمبي لا خلاص ما هو ده خلاص بقى كبير دلوقتي لا أنا بكلم ليه ما نروحش ليه نوقف الدورة عندنا 22 يوم ولا شهر على كاس العرب وهو يعني مهما طلعنا أو نزلنا مش هيفيدنا قوي وممكن يفيد بس مستر كيروش آه إنه يشوف كل اللي عيد ما هو ده الرجل آه الحكم بعمره دلوقتي ما أشيح حكم بعمره آه هو حقه حقه آه لا هو حقه عايز توصل كاس عالم آه يعني فيه غيابات كتيرة جدا مؤثرة جدا سواء من المحليين أو المحترفين عن قايمة المنتخف فالتجربة مش مكتملة يعني أنا شايف أنه التجربة لا بس هو مختار للعيبة اللي هو عايزها اسمع بدني بس هو مختار للعيبة يعني مش حد من بره أنا مش مقتنع أنا مش ضد قصدي إنه هو مش مختار للعيبة اللي هو عايزها بس أنا شايف إنه فيه إضافات هتحصل إنه مش دول اللي أنت هتلعب بيوم تصفياتك طبيعي طبيعي كل شهر حد بيتقلق وحد بينزل في المستوى ده شيء طبيعي أحمد خلينا نتفق يوم ما هتوصل لأن أنت بتلعب مع تونس سنغال لقبر الله يعني بعد الشر أو الجزائر أو المغرب إنت هتروح للقام الأساسي اللي إن شاء الله هيكون جاهز في الوقت ده إن شاء الله هو بس يمكن ميستو إنه دلوقتي عايز تفرج على الفرق على الناس كلها عايز تفرج عليهم في مواتشات وأنا ممكن يتفرج عليهم في تمرين ويعملوا كل اللي أنا عايزه بس في المواتشات هينفز هيشتغل هينفز هيشتغل طريقتها يمشي بي زي ما أنا عايز كورته هتبقى عاملة ازاي تحت الضغط الدنيا عاملة ازاي كل ده ممكن يكون عايز تفرج على الخمسة وعشرين لعيب دول اللي أخدهم أو الانين وعشرين لعيب ولكن أنا شايف إن حرام توقف الدول لأن أهم إعداد لمنتخبنا إحنا ما عندناش لعيبة محترفة كتير أهم إعداد لمنتخبنا هو انتظام الدوري العامل ده اللي بيخلي اللعيبة في المستوى بيعلم إنما كل ما الدور يقف كل ما اللعيبة مستوى هيينزل وتبتهي تعلم من حد تاني ده نهيك على إن اللعيبة الدولية بتستاهلك حرفيا واللعيبة اللي قاعدة هنا بتاخد راحات فدي نقطة سلبي عشان كده يعني أنا كنت أتمنى إنه مايروحش بالصف الأول لمنتخب كنت أتمنى إنه يروح بالأوليمبي يا المشكلة السعودية وصل الكاسعال خلاص السعودية وصل الكاسعال وراح بالصف الثاني الجزائر من أكتر ناس يعني أعتقد أي حد هتقبله كرة ما برضو يعني اللي عايز يروح كاسعالم يعني ماشي هيفرق حتى السنغال بصراحة الناس بتتكلم على إن مصر مستوى في التصفيات ما كانش كويس بس أنا أقولك حاج لما بتيجي تلاعب فرق كبيرة مستوىك بيعلمعه ثاني أنت كمصري بتلعب بالقطع دي نقطة برضو سلبية جدا عندنا في الفكر وفي المنتالة بتاعتنا كمصري أنت بتلعب بالقطع لو بتلعب فرقة ضعيفة بتلاعب مستوىك ضعيفة زيهم لو بتلعب فرقة متوسطة بتلاقيك يعني بتلعب على الأد أه بلعب على الأد لما لقى جاء لعب فرقة زي الجزائر والسنغال لأ أنا هم هنا وأنا هطلع أبقى معهم هنا إلا أنا أحنا الاتنين راس براس أه راس براس هم خايفين منك وأنت خايف منهم ما حدش هيكسبك بسهولة وأنت مش هتكسب حد بسهولة عشان كده هيبقى فيه تساوي ولكن إحنا نتمنى إن إحنا نقابل تونس طب التشكيل الأمثل يعني لو كنت أنت بتحلم بمنتخب مصر شكل منتخب مصر اللي هيلعب في المطش النهائي سيبك من اختيارات الراجل أنت شايف مين الحداشر الأقوى اللي إضاءة يوصله مصر كاس عام بصرف النظر عن مين المنافس يعني طبعا الشنوي أحمد حجازي الوينش أكرم توفيق جدا في المنتخب الاتنين اللي في النص النيني والسولية التلاتة اللي قدام أفشة ونحية اليمين طبعا صلاح نحية الشمال يعني مرموش رمضان ممكن مرموش لا 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 مرموش لا تلزيجيل يا ربنا يا كريم ويرجع يعني هو السلامة بس لسه أخذ وقت لسه أنت عندك أربع شهور ممكن جدا يا رب يا رب إنما مرموش هو أكتر واحد دلوقتي يمكن ممكن نعتمد عليه سترايكا صريح ما فيش قدامنا غير لو هلعب أربعة اتنين تلاتة واحد لا يبقى شريف لو هتلعب أربعة اتنين لا يبقى مصطفى محمد لازم يكون موجود في الملعب أو هتلعب أربعة تلاتة تلاتة لازم مصطفى محمد يبقى موجود في الملعب عشان كده هي على حسب برضو الراجل هيلعب ازاي هو بيحب أربعة تلاتة تلاتة عشان كده هتلاقيه بيبتدي كتير بمصطفى محمد بس أنا بقول لك هو هلعب أربعة تلاتة تلاتة لحد في الملعب يرجع لأربعة تلاتة واحد زي مسألتك على سكواد منتخب مصر اللي تتمنى أنه يعني يوصلنا إن شاء الله كاس العالم خليه أسألك على سكواد الأهلي أنه سكواد الأهلي السنة دي محير شوية الجماهير والأول مرة من فترة طويلة جدا يعني السنة اللي فاتت كنا بالزروف كتيرة إصابة إجهاد إقاف غياب لعبة منتخب أوليمبي كنت دايما أنت محتار مين هيلعب فين يعني فاهم أعوذي يعني السنة دي أنت محتار تلعب مين ولا مين والجمهور مفيش مباراة بتعديها يعني الرغم من الاختيارات ميستر موسيماني بتختلف في كل مباراة إلا لا ما تلاقي ناس بتنسأل هو فلان ما لعبش ليه هو ما نزلش مش عارف مين أو ما غيرش مين بمين لأسمع منك برضو رأيك بداية الناس مزودها مع الموسيماني شوية بصراحة أنا انتقدته قبل كده ومقتنع لازم الواحد لو ما فيش حد بيوصل لمرحلة الكمال كمال الله سبحانه وتعالى ولكن الناس مزودها قول وبتستنى له أقل فرصة عشان تقطع فيه والله العظيم هي عايزة تقطع في النادي الأهلي من خلال الموسيماني يعني الكلام ده ادي نمر واحد نمر اتنين انت عندك سكواد الله اكبر نمسك الخشب ما فيش خشب هنا لا فيه نمسك الخشب الفرقة اللي بره أحسن من اللي جوه يعني اللي بره خالص اللي هم في البيت لهم مثلا صلاح محسن كهرباء من الناس اللي انت كنت بتعتمع أيوم السنة اللي فاتت في فترة من الفترة كانوا فنشين بصراحة هايلين هايلين لتنين خط الدفاع كله يا رب بس يرجع محمود متولي ده محمود متولي ده في تلاتة اربعة تلاتة لو رجع سليم هيمتعنا رجع بسلامة الله ونتمنى انه يرجع بس يرجع فرما يعني قصدي يرجع فرما محمود متولي في تلاتة اربعة تلاتة ده هيمتعنا هيمتعنا فعلا فانت خط الظهر حدس ولا حرج الله اكبر انت عندك تلاتة بيلعبه وواحد بره الناحية الشمال علي معلول طبعا كريم فؤاد نحية اليمين أكرم ومحمد هاني وبعدهم كريم فؤاد نص الملعب عندك ثلاثة من أحسن ثلاثة في أفريقيا السولية وديانجو وحمدي نحيك ان انت ممكن تلعب أكرم عمار برا فانت يعني ما شاء الله اللهم يعني اللهم باري رب أنا زي ما سألتك في منتخب مصر مين اللي يقدر يوصلنا كاس العالم أسألك في الأهلي مين الاسكواد اللي كابتن أحمد يراهن عليه برضو في كاس العالم أفضل كاس العالم انت اختار لي كده كاس العالم انت هتلعب مين اتتوقف انت هتلعب مين أجبت 11 في الأهلي تلعب كرة هجومية وتنزل تتحدى يعني تنزل تلعب كرة مفيش اختلاف أكرم وبنون وحمدي وأيمن أشرف وعلي معلول اتنين في النص ديانجو والسولية تاو ومحمد شريف وافشا هتتمتع التلاتة دول لو مع بعض وخصوصا لو افشا تحتيهم كده والاتنين دول تو سترايكر ليه افشا هيديهم بساطة كي باسس كتير جدا 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 في المساحات مين اللعيب اللي ما ظهرتش امكانيته بشكل كامل او انت مستني ميكسوني ما ظهرش لسه خالص بس الولد ده لعيب كرة كويس جدا 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 ضقلت جسمه مع تغيير القوة العضلية هو لما السنة اللي فاتت وليه لها عضلاته بفوق ما كانتش كوي سواشتغل على نفسه بفوق بزيادة فبقت عضلاته قوية شوية على رجله فلسه مش قادر يدي كل اللي عنده انما مع الوقت الولد ده هتشوفه هيروح في حتة تانية ان شاء الله متفاعل بالموسم ده ان شاء الله ان شاء الله نحق كل حاجة بأمر للسنة ان شاء الله بإذن الله ونمتع كل جماعي نادي الاهلي وانا بتاقلي ان احنا متفقين انه الاهلي السنة دي غير وان شاء الله بإذن الله موسم يكون ناجح وموفق بشكر طبعا اجمنا دكتور أحمد فعزي شرف وستمتعنا بوجودك معنا وبشكر حضراتكم بس اسمحوا لي في عجالة سريعة جدا يعني اطرح نفس السؤال اللي بدأت به الحلقة احنا بقى اكتر من ساعة ونص على شاشة القناة كنا ننتظر رد تعليق توضيح على موقف في منطقة الغموض علامة استفهام غير مبررة على اطلاق كلام طبعا على انتخابات النادي الاهلي وعلى تعليق اعتماد فوز الوزير عامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي اللي ملوش اي سند قانوني او ليه اي مبرر قانوني حتى اللحظة وحتى اللحظة برضو لا تعليق ننتظر الحقيقة في دولة قانون ودولة نظام ودولة عدل انه حد من السادة المسؤولين يطلع يبرر لنا او يوضح لنا ويوضح لقدارة النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي والعضاء جماعية العمومية للنادي الاهلي وهو حق تأصيل لهم سبب او سند قانوني لتعليق اعلان فوز الوزير عامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقبل على كل خير بكرة ان شاء الله في تمام السادسة على شاشة الاهلي تحياتي لحضراتكم